يا ويلتي، شلت ذراعي إنها سليمة، إنها سليمة هشام، إيدك على العدية وي، يا ويلتي، شلت ذراعي شلت ذراعي؟ هاد لسفلعات إنها سليمة، إنها سليمة ليلة، تعال تفرج في مجر الإسلام وي، يا ويلتي، شلت ذراعي واحدة من أشهر الجمال في تاريخ الأفلام الدينية عمل منها حنضلة، المؤمن المعطوق من العبودية مقلب بالكفار لما كان بيحطم أصنام قبيلة الثقيف قبل إسلامها لما كانت تعب دلات، مشهد أيقوني، عاش، وتحد صراع البقاء ووصل حتة للتيك توك بتلاقوه هناك باسم أبو السماجة فرع الجاهلية أول مقلب في الإسلام أول طجطجة في الإسلام صب عليهم نقمتك وغضبك وي، يا ويلتي، شلت ذراعي إنها سليمة حنضلة هذا اللي شفته بتقطق على الكفار كان كافر نتن، ريحته كريهة بعد إسلامه ريحته طابت رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلوا مع ناس من قبيلته، قبيلة الثقيف اللي نسلها عايشين لليوم بالطائف بالمملكة العربية السعودية مع خالد بن الوليد والصحابة المغيرة بن شعبة لهدم أصنام ثقيف بفضل هذا المشهد صار فيلم فجر الإسلام علامة فارقة بتاريخ الأفلام الدينية لكن، صرت تعرفوني بقلب بوراء التاريخ أنا كتير بحبشت، بحبشت هاي كلمة فلسطينية ومعناها بحثت ولقيت إنها ليست العلامة الفارقة الوحيدة مش وطر، أوطار حساسة فنياً، الفيلم أخرجوا واحد من رواد الواقعية المصرية صلاح أبو سيف مخرج فيلم ريا وسكينا شباب إمرأة لأنام الوسادة الخالية الفتوى بداية ونهاية ومعروف أفلامه الجدلية هو مخرج واحد من أجرأ الأفلام المصرية حمام الملطيلة الذي يعتبر أيامها فيلم إباحي الرسول والصحابة حربوا بالسيف أهل أبو سعباً ردنا بليون بالمأليع وبالحجارة مش بالتوهان مش بالتوهان اصح يا مصر صلاح أبو سيف أصر على إبراز الواقعية حتى بهذا الفيلم الديني وبرزها فعلاً من خلال مشاهد الريات الحمر اللي نصبتها البغاية فوق خيامهن استغلالاً لمواسم التجارة البغية بالجهلية نصبت فوق خيمتها راية حمراء عشان التجار يميزوها عن خيام الحرائر خيام انتشرت بمكة والطائف أياماتها لأنه سادة قريش أباح المتعة الجنسية لدرجة أنه البغاية كانوا يدفعوا ضرائب وعشان هيك كانوا يسموهن صاحبات الريات الحمراء صلاح أبو سيف بيّن الريات الحمر وصورها بشكل واقعي وتقديم مشاهد جريئة مثل هاي كان مخالف لعرف الأعمال الدينية سياسياً فيلم فجر الإسلام إخراج صلاح أبو سيف تم إنتاجه عام 1971 يعني بفترة دقيقة وخطيرة من تاريخ مصر حرب الاستنزاف والاستعداد لحرب أكتوبر 1973 لتحرير الأراضي المحتلة أيامها صار في صحوة دينية تقرب من المؤسسة الدينية طيار يطالب بالعودة للقيم الإسلامية الدولي سخرت ميزانيات هائلة لمؤسسة السينما اللي كانت بتملكها لإنتاج فيلم عن الدعوة الإسلامية لما كانت بتلفظ أنفاسها الأخيرة بعد ما كانت من إرث عبد الناصر بداية نهاية مؤسسة السينما اللي تأسست عام 1966 على أنقاط شركات إنتاج خاصة استولت عليها الدولي بعد تأميم معظم شركات القطاع الخاص الاقتصادية وحتى الفنية كله تأمم بقرار جمهوري قرار من رئيس الجمهورية بتأميم الشركة العالمية لقناة سوية الحرية مؤسسة السينما بديت تنهار بعد نكسة 1967 خاصة بعد ما أصدر مجلس الوزراء قرار تقويم قطاع السينما وتصفيت كثير من الأستوديوهات ودور العرض وبيحها للقطاع الخاص واقتصار نشاط القطاع العام السينمائي على إنتاج الأفلام الهادفة اللي صاروا يسموها أفلام ما بعد النكسة كان هاد من حزمين مدير التصوير عبد العزيز فهمي صاحب فكرة فيلم فجر الإسلام اللي داخل سبع دخات خمس سنين حتى يلاقي تمويل للفيلم مؤسسة السينما خبته بالدرج لحد ما تم تكليف المخرج عاطف سالم لإخراج الفيلم اللي اختار نور الشريف لدور هاشم ابن الحارث ابن لسيد من أسياد قبيل الثقيف الكفار وسعاد حسني لدور ليلة الجارية التي يقع ابن الحارث في حبها روميا وجوليات الجهلي ستايل وبدأ التصوير في صحراء الهرم بعد شهر عاطف سالم بتنكس الرجلة وباضطر يسافر يتعالج بلندن في وقتها المؤسسة كلفت صلاح أبو سيف باستكمال الفيلم اللي أول إشي يعمله تغير كل تقم الفيلم أول قرار أخده صلاح أبو سيف هو استبعد نور الشريف وسعاد حسني أبطال الفيلم صلاح أبو سيف شاف أنه رصيدهن لا يسمح بتأديد أدوار دينية بسبب مشاهد الإغراء اللي كانوا يعملوها وإنه محتاج ممثلين وجوهن بريئة يمثلوا هاي الأدوار نور الشريف اتدرب ثلاث شهور على فنون المبارزة والفروسية بدله الممثلين اتدربوا الشهر على إلقاء اللغة العربية شلت يدي اللي طالعه من قرقيح قلبه لحنظلة اتدرب عليها شهر بدلهن دي كورات وشهر تصوير في صحراء الهرم ميزانيات انصرفت صلاح أبو سيف بدي يعني بدي مؤسسة السينما ردخت لمطالبه لأنه كان في إصرار من الدولي على إنتاج هذا الفيلم خلال رحلة البحث عن الوجوه البريئة صلاح أبو سيف كنه يأس وقرر يرجع نور الشريف نور الشريف رفض بعد شهر تصوير يستبعدني وأرجع أشتغل معه عزيز نفس كان نور الشريف صلاح أبو سيف كان عنده ميزة اختيار الشخصيات وتقديم الوجوه الجديدة فوقع اختياره على عبد الرحمن علي مكان نور الشريف مقدم بالتلفزيون المصري ومعلق في البرامج الدينية في التلفزيون وكان إله قبلها تجربة تمثيل يتيمة فيلم ميرعمار إخراج كمال الشيخ عام 1969 ونجوة إبراهيم مذيعة في التلفزيون المصري مكان سعاد حسنة اللي مثلا تقبلها بفيلم الأرض إخراج يوسف شهين عام 1970 ودعمهن بنجوم من العيار التقيل محمود مرسي، سميحة أيوب، يحيا شهين والمؤسسة من كتر ما أثرت على إنتاج الفيلم وافقت حتى على تعديل السيناريو صلاح أبو سيف قعد اجتماعات مع عبد الحميد جودي السحار على تعديل نصه صاحب باح في كتابة الأعمال الدينية مثل مسلسل محمد رسول الله وفيلم القادسية وفيلم الرسالي وغيرها وبكى أبو بكر وجاء اليوم الأليم كان النبي قد بلغ الثالثة والستين من عمره الجليل وفي يوم الاثنين من ربيع الأول للسنة الثالثة عشرة من الإجرة اختار محمد خاتم النبيين لقاء ربه ورجت المدينة رجى لا أحد يصدق أن الذي يصلي عليه الله هو ملائكة السماء يضمه قبر في هذه الأرض فجر الإسلام كان رائد الأفلام الدينية لكن تم إنتاج فيلم الرسالة عام 1976 للمخرج السوري الأمريكي العالمي مصطفى العقاد فصار في كتير مقارنات ومفاضلات بينهن واحد منها أن فيلم الرسالة تم ترجمته لعدة لغات لكن فجر الإسلام لم يترجم وهاي معلومي غلط خد المفيد مني فيلم فجر الإسلام تدبلش فعلاً أول مرة للإيرانية لأن إيران تشترط أن الأفلام التي تعرض بصالاتها يجب أن تكون مدبلجي للإيرانية والتاني مرة الدبلج للإنجليزية والدبلجي تمت بإيطاليا وجابه مخرج إيطالي لإنجاز المهمة بدون أي تدخل من صلاح أبو ساف لدرجة أن صلاح أبو ساف نفسه عبر عن انبهاره بالنسخة الإنجليزية من الفيلم واعتبرها متقني أكتر من الفيلم بنسخته الأصلية العربية أصوات قريبة جداً من العربية ترجمة متقنة لمجدي وهبي وكيل وزارة الثقافة المصرية وقتها لكن ضخامة إنتاج فيلم الرسالة والميزانيات والضج العالمي اللي سببها وصلت لحد خطف رهائن بأمريكا ورفض السعودية ومصر للفيلم خلت فجر الإسلام يتراجع للمرتب التاني طبعاً كل خبايا وأسرار فيلم الرسالة إحنا حكيناها بهاي الحلقة الخطيرة من الوطر الحساس واللي اسمها ممنوعة من العرض وبتقدر تشوفوها من هون فيلم فجر الإسلام هو واحد من ثلاث أفلام دينية أنتجتها الدولة المصرية بس فجر الإسلام الشيماء لحسام الدين مصطفى وهجرة الرسول لإبراهيم عمارة بذات الوقت القطاع الخاص للسينما المصرية قدم قبل فجر الإسلام عشرات الأفلام الدينية 12 فيلم دينة من 1951 لحد 1972 ظهور الإسلام، بلال مؤذن الرسول، خالد بن الوليد، رابع العدوية، وغارهن بعد ذاك الوقت ظهرت كمان أفلام دينية بإنتاجات مشتركة زي فيلم وا إسلاماه اللي كان فكرة الفناني لوبنا عبد العزيز بإنتاج مشترك بين الشركة الإيطالية للسينما، الشركة العربية للسينما، وشركة مصر للتمثيل والسينما وإنتاج غير مصري تماماً زي فيلم القادسية إخراج صلاح أبو سيف كمان لكن الفيلم كان إنتاج عراقي هاي المرة بتوجيه من صدام حسين اللي كان بده يستغل الدراما لتوجيه الرأي العام خلال صراعه مع إيران وبتقدر تسمعوا قصة فيلم القادسية كاملة بهاي الحلقة من الوطر الحساس إكبسوا هانو سوفوها بس بعد ما تخلصوا هاي الحلقة للعناصر المهمة في المفجر الإسلام تقديم الصراح الطبقي بين طبقة السادة من علية القوم وطبقة الرقيق البشر اللي استعبدوهن وعملوهن بعنصرية واستغلوا جواريهن للمتعة وصراع إنساني بين ثلاث شخصيات رئيسية الفضل تاجر ليقبل الربا عكس قبيلته يكره العبودية لدرجة أنه اشترى ليلى الجاري وأبوه وحررهن ولا يؤمن بعبادة آلهة من حجارة وخشب ولعب دوره الفنان يحيى شهين ونقيده الحارث أكبر تجار القبيلة الذي يعبد الأصنام يتأجر بالرقيق يزني مع صاحبات الريات الحمر يستغل النساء للعمل في البغاء يمارس الربا وكل أنواع الرذيلة ولعب دوره الفنان محمود مرسي وهاشم بن الحارث شاب حائر بين طاعة أبو العمياء وعقله وعند خروجه لمكة الله يهديه لدين الإسلام فيحرر عبيده لقد رأيت النار تلتهم آلهتكم فكيف أعبد ما تأكله النار فلماذا لا تعبد النار أولا من عبادة النار أن أعبد الماء الذي يطفئها فعبد الماء إذن أولا من عبادة الماء أن أعبد السحاب الذي ينزل منه الماء لما نحكي عن فيلم فجر الإسلام منكون عن نحكي عن واحد من أهم صناع السينما مش بس على مستوى مصر لا على مستوى العالم كله عمود من أعمدة السينما المصرية زي المسلات الفرعونية صلاح أبو سيف فهل برأيكم أن اختفاء الأفلام الدينية التي تنتجها الدولة المصرية سبب عدم وجود موارد بشرية فذة وعبقرية تتحمل ثقل ومسئولية إنتاج أعمال دينية ضخمة؟ أم أن أهداف الخطاب الذي تكرسه الدول في أعمالها لا يتقاطع مع الدراما الدينية إعجاب تقاتل بعض احكوا لأصحابكم ليلة بتضرب على الوطر الحساس عانكم على بلايليست الوطر الحساس شوفوا الحلقات اللي فاتت انضموا للقناة عشان يصلكم صوت الوطر الحساس الجاي أروح أنا أدوزن الوطر وأرجعلكم اشتركوا في القناة